مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع البرنامج اليوتيوبي الجديد سناب فن معكم الكاتب المسرحي والسيناريست عباس الحايق الكثير مننا يحضر معارض تشكيلية اعتدر مو الكثير أعرف ان مو الكثير يحضروا لان الفن مو من ضمن ثقافتنا الشعبية اللي تعودنا عليها لكن اللي يحضروا من خارج دائرة الفنانين والمهتمين بالفن وان كان عددهم قليل غالبا يمينوا اللوحات الواقعية مثل لوحة صباح الخير سيد كوربيه للفنان الفرنسي قستاف كوربيه الفن التشكيلي مدارس مختلفة وكل مدرسة لها مواصفات وطريقة رسم ومعالجة موضوع وهذا ينطبق على أكثر أنواع الفنون طبعا تتشابه اسماء المدارس بين كل الفنون مثل الكلاسيكية أو الرومانسية أو الانطباعية أو التعبيرية أو التكعيبية أو السريالية فيه لوحات نفهمها أو نشعر بالتواصل معها لكن فيه لوحات ضمن مدارس معينة نوقف قدامها ما نفهمش لأنه لم نملك لغة الحوار معها هذا طبعا لأن أكثرنا ما درسنا الفن التشكيلي ومدارسة وما تعلمنا كيف نتذوق اللوحة التشكيلية من طفولتنا ما تعودنا ولا درسنا مناهج عن الفن التشكيلي وتطوره ومدارسة وعرفنا الفنانين المشهورين لكل مدرسة كل اللي تعلمناه كيف نرسم غيمة وكوخ الشمس بالزاوية طيب كيف نقدر نقرأ لوحة تشكيلية أو نتذوقها أو نتواصل معها رح أعطيكم شوية مفاتيح لنتذوق الفن التشكيلي ورح يصير سهل بعدها نستمتع بأي لوحة كأشخاص عاديين ما لنا علاقة بالفن التشكيلي لا على مستوى الممارسة ولا على مستوى النقد نحتاج بشكل أساسي للإحساس بالارتياح وجدانيا أمام اللوحة طبعا تأويلنا وفهمنا للوحة ما فيه خطأ أو صحي كل تفسير للوحة توصل له هو مقبول حتى لو اختلف عن المعنى اللي يقصد الفنان أولا انظر للوحة هل تشعر بشيء داخل اكتجاهها بغض النظر عن الشعور الارتياح أو النفور هل أثارت في رأسك الأسئلة والدهشة ثانيا ابحث عن الموضوع عن ماذا تتكلم اللوحة وما صلة ما تراه من ألوان وخطوط ما عنوانها هناك بعض اللوحات لا موضوع لها فقط مجموعة ألوان وخطوط تعتمد على جمال التكوين والألوان وتقنية استخدام الخامات والألوان ثالثا نحدد من أي تيار أو مدرسة هذه اللوحة ليسهل علينا التواصل معها وتذوقها وهذا يحتاج طبعا لقراءة والطلاع مسبق عن المدارس الفنية واختلافاتها وأهم روادها رابعا ابدأ في تحليل الرموز لتأسيس معنى شخصي يعتمد على مفهومك للفن وعلى خيالك فالخيال مهم في تعميق قيمة اللوحة وتأثيرها وانعكاسها عليك حاول أن تبحث عن ما وراء الخطوط تعمق أكثر واستخدم خيالك في تفسير اللوحة مثلا لوحة الموناليزة الشهيرة لدافينشي ليست مجرد لوحة بورتريه لامرأة هناك تفسيرات لنظرة المرأة تفسيرات لوضعية جلوسها ملابسها ملامحها وكل واحد مننا يفسرها على حسب خياله ومفاهيمه ومزاجه فتفسيرنا للوحة هو تفسير لذواتنا الألوان نفسها لها معاني وتأثير على النفس البشرية يجب أن نعرفها ستساعدنا بالتأكيد على قراءة اللوحة وفهم العلاقة بين الألوان هذا يحتاج قراءة ومعرفة مسبقة المهم أننا لنقرأ اللوحة بشكل جيد يجب قبلها أن نقرأ ونتطلع ونتعرف على تاريخ الفن التشكيلي ومراحل تطوره منذ بداية الرسم على الكهوف إلى الآن أنا أعرف الموضوع صعب بالبداية لكن مع ممارسة عادة حضور المعارض رح يكون الأمر بسيط جدا الفن التشكيلي وجه من وجوه الحضارة حضارة الإنسان وسيلة تعبير وتسجيل ومغذي جمالي فلا نحرم أنفسنا من هذا الغداء البصري الجميل لتكون زيارة المعارض عادة لكم ستشعرون كيف يمكن للفن أن يشعركم بالراحة والرضا ختاما أتمنى الحلقة تكون راقة لكم ولا تنسوا اللايكات والاشتراك في القناة ومراسلتنا على حساباتنا على وسائل التواصل للملاحظات والاقتراحات وحياتكم فن اشتركوا في القناة